يسأل يقول هل يجوز المرأة أن تعقد الزواج وهي مهنتها مهنة عدل شهود كما ذكر يعني تكتب العقود وكذا أبو ياسين بارك الله فيك يعني هي مسألة هل للمرأة أن تعقد الزواج مثلا هذا محل خلاف بين العلماء من أهل العلم من ذهب إلى أن المأذون ينوب عن القاضي وإذا قلنا بأن المأذون ينوب عن القاضي هل للمرأة أن تقضي الجمهور يمنعون والحنفية يجيزون من أهل العلم من ذهب إلى أن عقد الزواج ليس له علاقة في مسألة النيابة عن القاضي وإنما هو عقد من مجرد العقود العادية ولذلك الأصل في العقود الحل والجواز والإباحة ولكن حقيقة يحتاط لهذه المسألة لكونها متعلقة بحياة زوجية فالأمور لا تضيق يعني أكيد هناك مأذونين ذكور أكيد أن هناك عندكم مثلا فلا تضيق المسألة فاختاروا يعني شخص ذكر هو الذي يعقد خروجا من الخلاف